مجلس السيادة الانتقالي ليس صدفة انقلاب عسكر السودان على السلطة الانتقالية غدا تزيارة مبعوث واشنطن جيفري فيلتمان وكان وعد من البرهان بدراسة مقترحاته في بيان منسوب إلى مجلس السيادة المنحل الآن هل كان البرهان ينتظر ضوءا أخضر أم أن رسالة فيلتمان لم تطمئن عسكر السودان فكان انقلابهم الذي استفاق عليه السودانيون بلا حتى مناصفة مدنية لسلطة الانتقال بعد هيمنة العسكر على شقه الأول لا شيء جازم في العسكر تاريا لكنها نزعة مستحكمة كما هي حال السودان إذ جرت تنحية البشير واستمر العسكر بنصف واجهة مدنية بل حتى سبق لحميتي اللوح بتدخل العسكر وهو نائب البرهان في رئاسة مجلس السيادة كانت تلك مؤشرات للمناورة كما أدركها كثيرون وإن كانت منظومة الحكم الجديد ستعده تصحيحا للمسار بغض النظر عن توصيفه انقلابا مكتمل الأركان في نظر المعتقدين بضرورة تمدين الدولة وأحقية الحكم للمدنيين ذاك ما دأب عسكر السودان على تقديمه لثائريه بأنهم أحرصوا الناس على التحول الديمقراطي ولو بعد سنين والآن يجري تأكيد ذاك التحول بانقلاب كان لابد منه في أجندة العسكر وتنتهي مفاعله بانتخابات عامة فهل يقع اللوم على المدنيين؟ ليست العسكر تاريا وطبائعها أمرا مستجدا في المنطقة العربية ولا سيما في السودان نفسه حيث عسكرية البشير كانت المهيمنة حتى على واجهته الإسلامية وليس من عرف العسكر تسليم الحكم لغير العسكر ثم توجه للمقارنة يضع للعسكر تاريا حدودا فاصلة تكمن في وطنية الجيوش بقياداتها فالانقلاب في سوريا كان أمرا يسيرا في الأزمة العنيفة التي عصفت بالبلاد لكن جيشها لم يسر في ذاك المسار ولو طبع بعد انقلاب لنال اعتراف الأمم إنها إشكالية المشاريع والتحالفات للسلطات فثم ترتباطات إقليمية لبعض العسكر والمدنيين بمشروع تطبيعي عابر للأقطار وهو ما تبديه بوضوح معضلة الحكم في السودان حيث للعسكر إرادة في التطبيع جامحة